إقبال متزايد ومستمر من قبل الشعب اللبناني على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيسبوك العدد يفوق نصف المقيمين وهو مؤشر على اختراق جيد للإنترنت في لبنان نحن في لبنان إذا ناخد الـ population الموجودة كأربع مليون لبناني نطلع بس على الفيسبوك في عنا تقريبا 2.2 مليون شخص موجودين على الفيسبوك وهذا بدل يعني أكتر من نصف الـ population موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وعم بيكونوا أكتف على مواضيع الانترنت مليوناني ومئتا ألف حساب لفيسبوك في لبنان رقم جيد لكن الجميع دون استثناء معرضون للاختراق وسرقت بياناتهم وصورهم وما يقال إن هناك وسائل تحمي بيانات المستخدم على الانترنت هي غير صحيحة ما في حماية يلي هي المئة بالمئة أنت اللي فيك تعمل وتقدر تشتغل على حالك تكون عندك أعلى لفل ممكن للحماية الشغل الثاني الأهمية في وات ويقول سوشير ميديا سيكوريتي أورنس يلي هي أغلبية الخرقات عم تصير هي من وراء إذا بدك قلة خبرة أو قلة تواعي عن اليوزر عن المستعمل تقول الانترنت المستخدم نعم المستخدم الانترنت يلي هي قوات من وراء حدا بيبعث له لينك أو إيميل أو واتفر مما فروض يفوت عليه مما أنا عم طلع صور على فيسبوك هؤل الداتا موجودين على أي سورفر بأي لوكيشن بأمريكا باليابان بالسين إنما منحكي عن شيء اسمه إنترنت كلاود هيدا الكلاود شو معناته؟ الداتا الموجودة وين؟ كيف عم بيصير هيدا الشيء؟ كيف الواحد بيقدر يحمي حاله؟ أبسط شيء أنا ممكن نقوله للعالم إنه إذا أنت بدك المعلومات تابقلك ما يكونوا بابليك ما تحطون أونلاين هيدا أبسط أمور هيدا أتيس بيكون حميت حالك بمحل معين بعدها مش بس هيك في شيء أخطر من هيك في ناس عم تعمل تشات على فيسبوك وبيكتبو كتير أسرار وأرقام حسابات مصرفية التشفير حاليا ما أنه موجود بوسائل التواصل الاجتماعي وإذا كان موجود بيكون موجود بالمينموم ركوارد إذن لما فر من استخدام الإنترنت في لبنان لكن احذروا كشف أسراركم عبرها لأنها طرف ثالث يحفظ الخبر والصور والبيانات والرسائل أيضا وينشرها ساعة يشاء لمن يشاء وحتى لو بعد مئة عام